قبل ساعات من خطابه المرتقب في مبنى الكونغرس تجمع العشرة من المحتجين في باحة الكابيتول حملوا اللافتات وارتدوا قمصاناً حمراء في إشارة إلى حجم المجازر المرتكبة في قطاع غزة قبل تدخل رجال الأمن لفض الاحتجاج تمهيداً لاستقبال رئيس الوزراء بن يمين نتانياهو الذي وجد في استقباله رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قبل أن يعتلي منصة الكونغرس على وقع تصفيقات حارة في كلمته دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب واعتبر أن هذا الشرط كفيل بضمان الأمن والسلام في المنطقة كما أبدى ثقته بأن الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الرهائن ستحمل الخبر السعيد في قادم الأيام واعتبر بن يمين نتانياهو ما أسماه بمحور الإرهاب بقيادة إيران أنه يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربي وأكد أن بلاده ستقوم بكل ما ينبغي القيام به لضمان أمن حدودها الشمالية خمس وخمسون دقيقة هي مدة كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكونغرس في مروره الرابع بعد السنوات ألف وتسعمائة وستين وتسعين ألفين وأحد عشر ثم ألفين وخمسة عشر ليكون أول مسؤول أجنبي يصل هذا العدد من الخطابات بالكونغرس شكرا